ازايكم عاملين ايه? درس النهاردة هنتكلم عن الوان السوفت باستل زي ما اتكلمنا قبل كده عن الاول باستل وشرحنا كل حاجة فيها. انا عندي النوع اللي عندي فبريكاسل. ده موجود عندي من ايام برضو القلية. تحسوا العلبة قديمة شوية. فمش عارفة الاسعار دلوقتي وسط لايه. معها كده الالوان كلها بدرجاتها بارقامها. حيث لو انتو عايزين تشتروا. ممكن بتشتروا بالواحد بس من غير العلبة كلها عادي. هنا بيوريكم منتجات بس بتاع الفبريكاسل دي اللي انا هوريها لكم او هوريها لكم في الفيديو هنا طبع برضو. ويعني انا بطه صفحه لكم بس كده سريعا. هنا برضو ممكن تزللو ازاي او بتملو باللون ازاي هنا الاستيك او الممحال اللي ممكن تستخدموها. نا علينا بقى من كل ده ندخل على الايه? عالجد. الالوان من جوا بتبقى ازاي الصوابع كده. انا اللي مكسراها. اا يعني انا اوقات مكسرة وحاجات اوقات بتتكسر ان هي اا خفيفة جدا بصوا ده شكلها اهو. او الاقلام. دي برضو الاقلام بستل. ممكن تشتروها بالقلم او بالعلبة في علب كده درجات معينة لو انت بتشتغله مثلا بورتري درجات بورتري. بس انا كنت باشتري بالاقلام لان هي الدرجات دي اللي محتاجة. بنستخدمها ازاي بقى احنا ممكن. بنجيب جزء او بتشتغله بالصبوع على بعد وبرحك وانا كنت بكسرها عشان اا اتحكم فيها احسن. وعشان حاجة هوريها لكم دلوقتي برضو. اهو بصوا نعمة جدا مسافة ما بتلمس الورقة بتلون على طول. شايفين عاملة ازاي? ممكن كمان بقى انا زي ما قلتك اقول لكم امكسر الصبوع ليه? بصوا باشتغل بها بالجنب. بالجنب كله كده بتديني مساحة اوسع. ولو انا هشتغل على مساحات كبيرة. فتقدروا تشتغلوا بها بقى زي ما انتم عايزين. طيب الاقلام برضو نفس الكلام برضو نعمة. بس هي يمكن ام انشفش سنة من من المسوابة. لكن برضو بتدي نفس الاحساس نفس التأثير. ام مزيتها ان انا ممكن ابرها واشتغل بها بقى ماكن رفيع قوي. هنسيح بايه بقى? عندنا اول حاجة زي برضو الاول بس اللي هي عيدان تنضيف الودين. اللي هي القطنة دي. ممكن نبدأ سيح بها كده. هي عاملة زي البودرة. خالص. كاننا بنشتغل ببودرة. غير الاول بستل تماما. اول بستل شمعية شوية. شمعية شوية فبتبقى بتلزق في الورقة غير دي احنا ممكن اه تطير من الهواء يعني. ممكن كمان نستخدم المنازيل. بصوا باللفاء على صبعنا كده ونبدأ ان احنا نسيح اللون بها. ده كده بنسيح اللون بحيس ندي مساحة او ندي نعومة كده في التزليل يعني. نفس النتيجة تقريبا. اه بصوا. طبعا المكان بقى مش نضيف. ممكن ننقل منديل نجيب حتة نضيفة ونبدأ ان احنا نشتغل به. حاجة بقى ثالثة خالص ان احنا ممكن بصوا بعنا. بصوا بعنا كده ونبدأ نسيح اللون بتاعنا. ده بيدينا تحكم افضل شوية. آآ بس مش دايما بيبقى حلوي. يعني ان انت لازم ننضف صوا بعنا من كل لون قبل منشتغل في لون تاني. آآ او مسلا لو في زيوت في ادينا ممكن تبقى على اللوحة. فبرضو ده تكنيك ممكن نشتغل بيه. نوسع بس الكدر شوية عشان نشتغل لو اريكم حاجة تاني. بصوا صبوعي بيعمل ازاي? لازم ده بقى ان يتنضف قبل منشتغل في لون تاني. طيب ممكن نشتغل عليه بعد كابل الائلام عادي ممكن بيالوان الخشب آآ ما فيش اي مشكلة. طيب احنا لو حابين بقى ان احنا ندخل لونين في بعض. بصوا. لو انا حطيت بعد التسيح آآ شوية بيبقى آآ نش بديني النتيجة حلوة قوي. ليه? لان احنا لما سيحنا ملينا المسام الورقة باللون نفسه. يعني سدينا كل مسام الورقة. فلما بنيجي نحط ديني آآ بيتحطوا كل حاجة بس مش هيبقى بالنتيجة اللي احنا عايزينها قوي الا لو احنا قصدين ده. فاحنا لو بن نرسم حاجة او بنلون حاجة احنا نبدأ نحط الالوان متاعتنا كلها او المساحات اللي احنا عايزينها بعد كده نبدأ ان احنا نسيح. عشان لو حابين ندخل لونين في بعض يبقى الموضوع سهل بالنسبة لنا ما هيبقاش صعب او ان المسام الورقة تملت في خلاص مش قابلة لون تاني او هيبقى باين قوي. اهو يعني انا هنا حطيت اللونين قبل ما سيح اي لون فيهم. وابدأ اسيحهم. اهو بصوا دخلين في بعض بمنتهى السلاسة. ممكن بقى ابدأ ان انا اعمل من اللون اللي فوق. وانزر بقى بيلتحت كمان. بصوا دخلوا في بعض ازاي? غير الجزء التاني خالص اللي احنا عملناه في الاول لان المسام الورقة كانت اتملت. جزء الفرق. اهو تاني. اهو بنحط الجزء اهو. مش متسيح. ونجيب لون تاني. وهنحطه عليه. ونبدأ نسيحهم. ده بقى بالايه? بالقطن. احنا جربنا بالمنديل. هوريكم بالقطن برضو. هيدخلوا في بعض ازاي? القطن الخاص ده بتنضيف الودان. برضو مفيش مشكلة. اه ساحوا مع بعض وندمجوا كويس قوي. غير لما بنسيح الاول بعد اجي نحط اللون اللي بعده. طبعا التكنيك ده ممكن نستخدمه في حاجات تانية. لكن اهو بصو نريب. اهو بصو الاولاني بعد ما سايحنا وحطينا اللون باين ازاي? اساسي بقى في الالوان الصفت بس اللي ان احنا لازم نحط لها مسبت. الاقلام برضو اهي نفس الكلام لو عايزين تدمجوا في بعض تعملوا اللي انتم عايزينه. بس عايز اكلمكم عن المسبت فيه مسبت بيبقى اسبري. بيترش على اللوحات شفاف. بيديها طبقة حماية لانها زي ما قلتلكه هو عامل زي البودر. اه بممكن يتير في الهواء او ممكن لو حطينا اه فوق فوق رسومات تانية هيبهدلها او هو هيروح مش هيفضل نفس التأثير اللي احنا عايزينه. كمان واحنا بنلون هنحط ورقة تحت ايدينا زي ما قلنا في الاول بس. ده القلم هو من قريب ممكن نبريب نستخدم منه اللي احنا عايزينه عايزين اه خط رفاية قوي نقدر نعمله غير للصوابع. تقريبا كده قلنا كل حاجة تخص الصوفت باستل. هنعمل الفيديو هعمل لكم فيديوهات تانية اه ازاي نرسم بيها واللون بيها. بصوا الاستيكة دي الاستيكة العادية. طبعا اللي انا بعمله ده غلط ما يفعش اشيل الاستيكة بايدي كده لان انا كده ببوز الالوان لجنبها. فانتم ما تعملوش كده. اه دي استيكة الفح. برضو اقدر ان انا اتحكم فيها او ان انا خافي في اللون في مناطق. ارفعها اتخانها. دي ميزة بتاعتها شوية ان هي اه سلسة معايا. بصوا ممكن اخافي في اللون في مكان لو هو تقلمني. بس كل ده بيملى مسام الورقة. حتى لما بمسح. انا خلاص دوبت المسام بتاعت الورقة. فسعب. ممكن نعمله خط اه لو عايزين نعمل خط رفيع برضو. ما فيش اي مشكلة. سهلة معنا وطيعة يعني. زي ما قلت لكم هعمل لكم بالجهات ازاي ان اللون بقى بيها ونرسم بيها لوحة كاملة. اه طبعا هنحتاج الاسبري. اخر الرسمة لاما بعد الفترة هتلاقي الرسمة راحت ومش موجودة. طبعا في انواع كسير او من الصفت بستل. بس هو انا جربت النوع ده بس. يا رب بكون قدرت اغطي لكم كل حاجة خاصة بالسوفت بستل في الفيديو. واستنوني بقى في فيديوهات تانية. وازاي نشتغل بيها. وما تنسوش اللي لسه مش عمل سبسكرايب للقناة يعمل. ولايك وشير بقى كتير للفيديو. واسوبوا لي آآ بالتعليقات رأيكم في الفيديو. ويا رسمات اللي تحبوا نعملها ان شاء الله. واستنوني في فيديوهات تانية كتير على خير.